ترجعت معاك تاني في برنامج لقاء حصري مع غادة كرامة وفقرتنا اللي كلمت عنها كتير قبل كده وقلت هنتكلم عن سحر القيادة طبعا لازم يكون معنا خبير في الإدارة والاقتصاد والنظم الإدارية والاقتصادية معايا الأستاذ مصطفى عبد العظيم تحياتي لحضرتك يا فندم على خلفتك لكل اتشرفت بوجودك معايا وانا سعيدة بالحماس اللي عند حضرتك انك تقدم ودايما تقولي الشباب الشباب يعني دي حاجة طبعا مهمة جدا النجاح طبعا مش سهل وانك توصل وتحقق ذاتك ده محتاج انك اصلا بتعدي نفسك انك وتأهلها انك تمر بالخطوات يبقى عندك الحماس والقدرة على الصبر والعمل كلمني حضرتك في البداية القائد دي طبعا حاجة مهمة جدا وبيتوقف عليها بنقول ان تعتبر القيادة الإدارية احد محاور ترتكز عليها الاعمال ونجاحات الشركات والمنظمات المختلفة ممكن انها تأثر تأثير حقيقي وتقوم بالدور المفروض وممكن تتسبب في ان يتعطل المسيرة بتاعت الكيان نفسه بالشكل المفروض تكلمني حضرتك عن تعريف القائد والقيادة القوية حضرتك بالتحديد عزة المدير ولا القائد اه تمام احنا بنتكلم الاول بنتكلم بالنسبة للقائد اللي هو بيبقى طبعا بنتكلم بنقول بيمارس الأنشطة تمام تمام على الأفراد من الموظفين او العاملين اه يعتبر المدير اه معنا صحيح اه تمام تمام اه اول حالة نحب نعرف المدير المدير يعتبر هو حالة او يعني الادارة معه بالضبطة تمام المدير يعتبر هو حركة تنظيمية داخل العمل بس تمام اللي هو المكلب به ده حضرتك اه مختصر في اطار المدير هو عبر عن ايه حضرتك يعتبر حركة تنظيمية داخل العمل ويكلب بالعمل اللي هو مختص بيه تمام ده مختصر خاص يعني معنا صحيح تمام طب نكلم على نقطة سمات القائد اه سمات القائد اه طبعا سمات القائد لو ده مفتقد فهو اكيد هيبقى مقصر او غير صالح للقياد لا قائد اولا حضرتك يصنعون وليس يولدون تمام لان فيه حدد تمام يصنعون يعني القائد يعني الانسان ما بتولدش قائد بس بيحقق بلع مجهود بتاعه باشاك جدا جدا ويتصف بصفات معينة غير المدير حضرتك وذلك اما كون سميه قائد فعال ليه بيختصف حاجات معينة عن المدير تمام نخش بقى في صفات القائد بمعنى صح بيحطك بيدير التخطيط اتخذ القرار حضرتك معينة الثقة بيعنده رؤية صعقبة معنا صح محدش يعرفها اللي هو حضرتك الثقة بالنفس التنظيم حضرتك عندك الزكاة الخلقي والزكاة الاجتماعي دي موجودة فين في القائد اللي هو يعتبر قائد الناجح والفعال فينا بس الوقت تمام طبعا حضرتك نقطة القائد الفعال دي فيها تفاصيل كتير مهمة جدا ان يكون وجوده مؤثر اكيد وليس مجرد يعني شخص بيشغل المنصب او المكان بدون ان يكون متابع وجيد ويعلم الانتاج اللي بيتحقق في وجوده والمسيرة بتاعت العمل القائد حضرتك اولا التخطيط مثلا 8% حضرتك التخطيط و 20% تنفيذ بالنسبة للقائد بيطلع صفاته يعمل ازاي 80% تخطيط تمام و 20% تنفيذ ودايما تلاقيه بارع معايا تمام بينتظر بس الناس الحدث قبل ما يوقع ببقى اصلا قلب الحدث نفسه ببعنده اسمات مخصصة عن مدير المدير اللي هو المؤسسة نفسه صح يا عام حايما أنه يحضرتك اغلب المشكلات التي تواجه القائد او رئيس مجلس الادارة او الشخص اللى هو بيكون و المسؤول الأكبر عن النجاح وقداره العمل حتى ولوا في صلاحياته بتبقى اكبر من اى حد تانى فإحنا نتكلم هنا المشكلات اللي ممكن تسبب الفوضى وهو يكون في غينة طبعا عن ده لأن طبعا كل حد بيبقاله سمعته بيبقاله شكله بيبقاله مستقبل عمله والعمل مش بيرحم فنعايز أكلم حضرك احنا بنوجه كلامنا ده لكل الناس الأساز المديرين والأساز الموظفين والشباب اللي بيحلم وبيشتغل على أساس مستقبل العمل أو سوق العمل تمام القاد أهم حاجة عند القاد فريق العمل ونبل كده فريق العمل العمل الجماعي ده أهم حاجة لما قلنا فريق العمل بيحب نفسه فريق العمل لما بيحب نفسه حضرتك بيطلع حضرتك ايه بيطلع يعني انتاج حلو وقويس بمعنى صح ويحبب فريق العمل في نفسه أو يحبب شغله بمعنى صح كلهم بيكملوا بعضهم بمعنى صح بيبدأ هو حضرتك يبدأ بناء على فريق العمل بيبدأ يخط الصح ويبني يعني مستقبل المؤسسة صحة وكل نواحية وكلها طب بنتكلم بقى بما أن حضرتك بتتكلم على علاقة القائد بالأفراد من العاملين كلمني حضرتك على إزاي تبني وتدير فريق عمل بأسس سليمة وتقدر أن أنت تحقق المستهدف من خلالهم ومن خلال أدوارهم المختلفة حضرتك بمعنا صح ببدأ القائد بيبدأ ينظم العمل بتاعه بناء على العمل الجماعي بمعنا صح معي بكل واحد ليه جزئية معينة وبيحفظهم وبيأخذ قراراتهم وآخر كل شهر بيأخذ منهم تأريدات منهم في العمل اللي مختص به وبيعملهم حاجة اسمها تحفيز بيحفظهم بمعنا صح على الإصار بيقوم بعمل ناجح وابتكر وبيحدده هو حضرتك الناجح بمعنا الصح يعني تمام طيب حضرتك بالنسبة لل يعني بنقول بعض المشكلات في المؤسسات أو اللي بتظهر فجأة أو بتظهر بتبقى تابعة لبعض التقصير أو عدم المتابعة الجيدة أو الكلام ده كله إحنا إزاي نتجنب أن يحدث أن القائد نفسه يتجنب أنه مش موجود ولكنه موجود إزاي لا ده حضرتك دي حاجة تانية يعني نتعلم من حضرتك دعا الله يخليك لا ده حضرتك جيبتك دي حاجة تانية دي منهج دعوة أفكار العبارة عن بيرمي أفكار بمعنى صح آه تمام والأفكار دي حضرتك بيوزحها على جميع المديرين بمعنى صح معايا؟ تمام يعني جميع المديرين كلهم بمعنى صح يعني أنت أصدق يعني بيحط الحد المناسب يبقى في المكان المناسب؟ يعني بيحط الحد اللي هي التكة الأخيرة بمعنى صح يعني بيحط الأفكار بتاعته كلها وبيمشوا عليها حضرتك المديرين اللي هما يليه بعده سوما يليه لحد إيه؟ آخر حاجة اللي هو المدير المؤسسة نفسها أو آخر حاجة اللي هو يعتبر مدير المؤسسة والشركة نفسها بمعنى صح تمام طيب حضرتك كلمني عن موضوع كيف نهتم بالعمل الجماعي وندي فرصة لإن يكون فيه للشباب النوعية دي من العمل ونأهلهم لإن هما ينطلقوا من خلال ويكون فيه مبادرات مشروعات تسمح للشباب إن يكون فيه نجاح مشترك ويكون فيه عمل دقوب ويكون فيه خطوات ثابتة هيا دي أنا جاء عشان حتري بالذات اللي ينور عليك في الصراحة سواء الواجهة جدا جدا وأنا جاء عشان الشباب بالذات بقول للشباب أما تعمل مشروع ما تخافش شيء ويعمل بقى بجامد بمعنى صح يعني بس هما حاجة حوالي أما تعمل مشروع بتاعك حاول ما تطلقش المنتج بتاعك بره كله بالقصة بمعنى صح على أسرار أنت ما عندكش رأس مال يغطيك بمعنى صح حاول تلمي نفسك حاول تطلع مثلا أي حاج عندك أو منتج عندك بمعنى صح يعني الدفع الفوري بمعنى صح يعني يعني خود التجربة بمعنى صح وما دي في شاشة من أول مرة لا حاول مرة واثنين وثلاثة طب حضرتك بالنسبة لو حد مثلا دخلت في مشروع أو حاجة وما توفقتش أو استعنت بشخصيات ووسقت فيهم وما كانوش قد استقادي فممكن البعض بيبقى عنده رهبة حتى لو كان في الشباب وممكن في القبار أنا بتكلم عن متن ده بيرجع برضه لتأثير الشخصية من الموقف اللي بيحصل معاها فبيبقى متردد إنه هو يحط فلوسه في مكان أو إنه هو يشارك حد أو إنه هو فبيبقى يقولك أنا عندي مال المتوقف أنا مش عارف أعمل إيه عنده حاجات للاستثمار حتى لو كانت عقارات أو أي شيء تاني بس هو متردد خوفاً من يعني الندم أو إنه هو ما يحطش استقاة في الحد المناسب ما حضرتك بالوقتي كيف يستعيد بقى إنه هو يبدأ يبدأ حضرتك ويبدأ من البداية عاد حضرتك مثلاً أقولك يعني خش في موضوع جزئية تاني معينة حضرتك أنا حضرتك مثلاً بوروح أجيب قرض من البنك تمام؟ تمام بعمل كما أخد إقراتي إيه القانونية زي ما هي بقول أنا عايز مثلاً منك سجيل تجاري بطاقة ضربية عايز منك عاد إيجار عايز منك كاني حاجات مطلوبة حضرتك منين؟ من المؤسسات التانية تمام وخاصة البنك يعني بمعنى صح بعمل حضرتك إيه بعد كده بيخش البنك بيلاقي حضرتك أما حاجة أستاذ غدا إنه إحنا نقضي على الروتين بمعنى صح بمعنى بقى نقضي على الروتين بمعنى إيه إنه أنا بروعد مخلص ورقه تمام التمام ببدحها كده بعمل حاجة يعمل حاجة اسمها للكلام أو الورق اللي هو حضرتك طلبه اللي هو حضرتك موظف البنك معنى صح ييجي بعد كده حضرتك يعمل إيه يتفاجأ إنه يقوله أنا عاوز النشاط بتاعك إيه يقوله مثلاً نشاط تجاري ييجي بعد كده يعمل إيه يلاقي النشاط التجاري يلاقي الدكان يلاقي الدكان حضرتك ما فيش بضاعة وهو عاس قرد 20 ألف جنيه لازما البضاعة اللي عندك تساوي نفسك القرد اللي انت تاخده طيب ازاي انا رايح للبنك عشان يموني وعشان ابدأ من جديد بمعنى صح ازاي كون انا عند بضاعة حضرتك واستثمرة حضرتك ويرجع بعد كده البنك يقولي انا اكون عندك بضاعة مثلا تجاي تكفي 20 ألف جنيه هديره ازاي هي ده حضرتك اللي انا مركز عليها جامل جدا جدا ما معنى صح يعني ايه اما انا جاي اخد قرد وعندي مثلا المكان وبعد كده اخد قرد مثلا بفرض مثلا 20 ألف جنيه بفايدة 16.5% حضرتك مثلا واجي بعد كده تيجي تقولي انا عاوز اعمل تكون عندك بضاعة حضرتك مثلا تكفي مثلا القرد نفسه طيب انا ايه اللي هلجأ للبنك حضرتك دي نقطة المهمة اللي انا عايزة اضحها لحضرتك بالزبط بس اتفضل طيب حضرتك كلمني عن يعني بالنسبة لبعض الاخطاء اللي انت بتشوفها في اغلب الشركات او المؤسسات والمنظمات المختلفة الاقتصادية ونشاطها ايه هي السلبيات اللي انت مش عايز تشوفها في مصر لان ده انتشر في كتير مش في مكان واحد او في مشروع استثماري واحد او بنك واحد او واتفر يعني النوعية بتاعة الكيان استثماري او النشاط من هذا النوع فانت شايف في نظام الادارة نفسك ايه اضاف مش موجود في مصر في الغالب الهم حاجة استثماري انا عاوز ويبدأ يدخل فكر جديد يعني اقصد ايه موضوع انا عاولتك حبل كده حضرتك في فرق بين النظري وفي فرق بين العملي تمام اللي احنا ارانا في الكتب حضرتك غير الحياة العملية نفسها تمام اللي احنا ارانا في الكتب حضرتك بيمشي على ملها جمعية بس يتبع صح بمعنى يعني انا الوقت كده انا اريدت مثلا في الكتب كتير بس عندي في الحياة العملية بيختلف خارص جدا جدا عن ايه عني في الكتب لوان هبدأ مشروع جديد ابدأ اطبق النظري اللي هو الكتب اللي اريدها كلها عن استاذ دكتور برمي فيه رحمة الله عليه او استاذ محمد فتحي ابدأ اطبق ايه صح اما اطبق صح اضطر ان انا ايه هنجح صح بمعنى صح بس تحتك في حتة دي اكتر الحاجات اللي قرأتها للعظماء حتى المصريين او غير المصريين او الاجانب اللي لفت نظرك في فكر مبدع زي ما كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت يعني حضرية قلت لي الفكر المبدع يعني الانسان مبدع اه اللي لفت نظرك في فكر الاداري والافكار اللي انت نفسك نتبعها او يتبعها كثير من الكينات من هذا النوع حضرتك يعني اش عارف اوضحها لك ازاي احنا ولا ما نحبش الابداء دي اول حاجة ما بنحبش الابتقار داي من عزيز لا ما بديش فرصة لا ما بديش اصلا معنى صح ما بديش امكانيات بمعنى صح او مثلا تدي للشاب عنده مثلا عنده طاقة في ناس عندك اوضر حضرتك في ناس احسن مني انا كمان بكلبك مصراحة لا لا حقيقي في ناس احسن مني بس دي للأسف متفونة بس عنده ايه عندها طاقة عازة فرخة انا حضرتك بقول تالك قبل كده برضو ان انا عاوز الفكر ده اطبقه تطبيق صح تمام يعني ازم اطبق صح ممكن يبدأ كمان فكرة يدرس في الجامعات اللي هي الجامعات اللي فيها التخصصات الادارية والتخصصات التجارية المختلفة مفروض بيجد جديد مع الزمن او بيواكب العالم في المواد العلمية اللي بتشجع على مواكبة العالم في العمل وفي سوق العمل تمام استاذة غادة حاليا في الصين الشعبية مية تلاتة وسبعين الف اختراع يوميا تمام في مصر حاليا تلاتاشر الف اختراع منهم واحد صح واثناشر غلط تمام شكت الاختراعات وصلت ازاي كل مدى فيه جديد كل دقيقة كل ثانية دائما فيه جديد كلام حضرتك على قد ما طبعا بتواجهنا بكل صراحة ومصداقية وعندك غيرة جديدة على الشباب عايز تشوفهم افضل وعايز وحضرتك ان شاء الله تكون من اوائل الشخصيات الكبيرة في مجالك وفي مصر اللي بتدعو لده وبتشجع لي وفي امل ان شاء الله بصوتك وصوتنا هنقدر نقدم الاجمل ونشجع لان احنا نكون افضل باذن الله عايزة حضرتك تختم لنا الكلمة لكل الشباب المصري اللي انت ملاحظة طبعا اهتمامك بكتير احنا بنتكلم بتتكلم عنهم كلمهم وهم نفسهم تمام هتكلم يعني تمام بالنسبة للشباب الله يكون فعونه تمام بكلمك الصراحة الله يكون فعونه بجد تمام وفي اعلان احنا بدأنا نعمل ده اه لازم انا وكتير من زملائنا بنجتهد اه لازم انا وهنحقق باذن الله كل اللي بنتمنىه لان كل حد لازم يقوم بدوره اكيد اكيد بشكل النسالي وبشكركم عزائي وإلى اللقاء